ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله المصاب بالسرطان مشيرة إلى أنه قدم إلى الوكالة البنكية على متن دراجة نارية وولجها كأنه زبون قبل أن يستل سلاحه الأبيض شاهرا إياه في وجه المستخدمين حيث طالبهم بتسليمه الأموال الموجودة لديهم وسط صراخ الزبائن ووفق مصادر مطالعة لماروك أخبار يومية فإن المعنية بالأمر أخبر عناصر الأمن أثناء القبض عليه بأنه كان يحاول الحصول على الأموال لإنقاذ حياة والده المصاب بالسرطان والذي تتظهر حالته الصحية يوما بعد يوم وذلك بعدما أقفلت كل الأبواب في وجهه من جهتها قالت المديري العام للأمن الوطني إن المشتبه فيه أشهر سكينا من الحجم الكبير في محاولة لصرقة وداء عمالية مؤكدة الاحتفاظ به تحت تدابر الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة وأضاف المصدر نفسه لماروك أخبار يومية أن التحقيقات جارية بخصوص حقيقة الدوافع وخلفية ارتكاب المعني بالأمر لهذه الأفعال الإجرامية وكذا الكشف عن جميع الظروف وملابسات هذه القضية نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية